السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايه اخباركم ان شاء الله تكونوا كويسين هنشرح النهاردة محاضرة Active Movement مادة السيرة اللي هنعرفه في المحاضرة ديت هنعرف اول حاجة ايه هي Active Movement كتعريف هنعرف Classification of Active Movement ان احنا عندنا ثلاث انواع من Active Movement سواء Assisted او Resisted او Free Active ال Principle ازاي بطب مع ال Patient سواء Free أو Assisted Resisted Active وكمان هنعرف Effect بتاعت Call Type و Contra Indication اول حاجة هنعرف ايه تعريف او Active Movement ايه تعريفها ان انت بيحرك بس ال Range of Motion ده مبقاش Restricted يعني بيتحرك بثلاثة تمام يعني مثلا بيتحرك بالعافية فهو هنا بيقولك بالجوينت ع Piet يعني شغلة eschبت يعني غير مقاوم او اه.. مش حصل تمام? ده ببطء يعني بحركه ازاي او بطبقه ازاي طبعا ده كلنا عارفين انت بتعمل لما بيحصل في المصر. تمام? طيب. اه بعدين هنبدأ اه نعرف النورمال اه النورمال موفمينت تمام? النورمال موفمينت دي تبقى نتيجة ايه? يعني انت مسلا بتمشي بتروح بتنزل تروح من بيتك تروح الجامعة تحضر محاضرة. دي اسمها النورمال موفمينت. انت بتاعتك انت ومشي سناء النورمال موفمينت. طيب ازاي بتمشي? المشي دي حصلت ازاي? قالك ان هي نتيجة لي اه اربع حاجات تمام? اول حاجة انتاكت ان متعاون مع بعضه كويس في اه عنده تنظيم في التون اللي اطلع والتون اللي نزل في بيخلي يتحرك رجلك. الانتاكت برضو مع نيرفو السيستم تمام? اللي هو الجهاز العصبي. انتاكت مع الانر اير تمام? اللي هي الموجودة في الانر اير اللي مسؤولة عن الاكوليبريم تمام? والبضل موفمينت ركوينت مصر اكتيفتي ونيروليجيك انتجريشن يعني معنا بيقول لك الموفمينت اللي انت في تحركها ديت او حركة الجسم نفسه بيحتاج يحصل عندك توافق في اللي هو ايه الاتصال العصب العضلي تمام? ويه برضو ايه توافق مع مجمع من العضلات يعني العضلة دي مسلا تشتغل اللي قبلها دي حصل لها تمام? عشان الدنيا ايه? تمشي بالنسيابية. تمام? طيب. اه في حاجة بالنسبة للجيت الدكتور ذكرهم اللي هما في الجيت تمام? عندنا ثلاث حاجات بيلاحظهم في الجيت تمام? في حاجة اسمها وحاجة اسمها وحاجة اسمها تمام? طيب. اه الفوتو دروب ديت دي ايه اصلا دي لما يجي تعمل انشيات للجيت بتاعته ان هو يبدأ يمشي تمام? بدل ما هو يبقى زينا زي ناس طباية بيرفع رجل وكده وبعد يروح ينزلها بيرروح لأ اول ما بيرفع رجل زي كده اللي هو الفوتو. تمام تلاقيها حصل لها مرة واحدة. ذا نتيجة اللي ايه? نتيجة ان انت حصل عندك على الساتيك نيرف. تمام? يعني ايه اه حصل عندي نتيجة في نتيجة ان فيه ضغط عليه. تمام? بذي. تاني حاجة اللي هي السر كمتاكشن جيت. السر كمتاكشن جيت نتيجة اه 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 هي اصلا اول السر كمتاكشن جيت ده انتلاقي. ما بيفتحش رجل كده يمشي ويضع رجله قدام لا يجي عشان يمشي يرف رجله لفة نص دائرية يعني اسمها سير كمدكشن تفهميني دي نتيجة لايه نتيجة لايه نتيجة لايه نتيجة لايه نتيجة لايه نتيجة طبعا احنا عارفين نتيجة ايه عندك تون جاية من الجهاز العصب الرحل للموصل بس دي مش يعني ازبنا نقوله يعني مش طبيعية اما ممكن تكون زايدة زايدة على اللزوم اما الا المهم ان عندك اوفر كيم اسبسيستي يعني اسبسيستي جاية او تون جاية بطريقة عشوائية وزيادة عن اللزوم تمام؟ طالت حاجة عندي اللي هي البركزونيزم البركزونيزم ده اللي هو مرض او اشيال الرعاش تمام؟ دي حالة مهمة احفظوها للدكتور النبع عليها البركزونيزم تمام؟ دي تبقى نتيجة سببها ايه البروبلم بتاعتها ايه؟ ان عندك في بروبلم او في دي زوردر حصل في الموجودة في البرين تمام؟ طيب دول التلاتة بصوريج اللي بيخصوا الجيت ودول اهم حاجة من البصوريج اللي قال لهم في المحاضرة ديت احفظوهم كويس تمام؟ ايه هما الحاجات ديت اللي هي الباضي اللي هو شكل الجسم ماشي ازاي تمام؟ اللي هو البوزشور معنا اصح انت واقف ازاي عندك كيفوزس ما عندكش عندك كردوزس ما عندكش تمام؟ طيب الجوينت موبيليتي تمام؟ الجوينت موبيلتي اللي هو اه الجوينت بيسمح ال هل بيسمح بكامل بتاعه؟ ولا بيسمح بجزء صغير بقى ريستريكت…? تمام؟ دي الجوينت موبيلتي ليكون الص 有ل فيه انه طبعا لو عندك جوينت موبيلتي إذا بقى الشخص ده عنده جوينت او الموبيليتي عنده millennials كل ما يكون الجوينت بيسمح بحركة اكتر كل ما يكون فيه موبيليتي عالية تمام؟ طيب التلاتة филь. تمام؟ طبعا الاربعة دول هما بيأثروا في شكل بتاعتك او بيأثروا في اللي انت بتعملها تمام? طيب دي رأة تانية هناخد اه ازاي كل واحدة بتأثر تمام? البضي اللايمنت البضي اللايمنت هو شكل الجسم او اه بتاعت الجسم تمام? اول حاجة عايزة اعرفها اه تلت مسميات اساسيات اللي هي تمام? والبزو في صبور طيب زي ما احنا عارفين تمام? بيعدي في مين في اه بتاع الجسم تمام? تمام? طيب تعريف ايه? ده نقطة بتبقى موجودة في الجسم والماس تبقى حواليها تسوي زير او بتبقى اللي هي النقطة اللي الماس يعتبر متجمعة فيها تمام? يعني القوة اللي حوالي ديت بتعتبر زيرو التورك يعتبر زيرو تمام? طيب ديت المسافة اللي انت واقفوا ايها تمام? يعني بتعتبر بزوف صبورت ايه فوت بصب اللي هي الفونديشن تمام? طيب ده طبعا هو شكل الجسم ده اللي هو هنا ده ده وده ايه? آآ بعدين عندي او تمام? طيب زي ما احنا عارفين لو كان الشخص عنده آآ موبيلت اكتر في كل ما تكون الحركة اسهل ولو هو عنده موبيلت اقل فيبقى عنده مسلا او اي حاجة تمام? طيب. آآ بالنسبة الجوينت او جوينت موفمنت دي بتختلف من شخص الشخص تمام? لان في ناس رياضية ومقوية الموبيلت بتاعتها في الموبيلت بتاعتها عالية. في ناس آآ مثلا بتقعد كتير على الكورسي ما بتتحرك كتير في الموبيلت بتاعتها وليلة. فبالتالي جوينت موفمنت وليل. تمام? فهنا بيقول لك الجوينت. انا بيعرف لك الجوينت. قال لك الجوينت ده اللي هو ايه? ده اللي هو اه الوحدة الوظيفية بتاعت. يعني ببساطة اصلا انت لما فيش جوينت في الماسكروسكويتو سيستم. ايه لازمت العضلات? العضلات تتحرك ايه? تمام? فاهمي? فهو كده الجوينت هو الماسكروسكويتو سيستم. تمام? طيب قال لك ده بيختلف زي ما قلنا من شخص التاني. نتيجة بيلعب رياضة والتاني ما بيلعبش. تمام? طيب او ممكن يكون حد عنده زيز اصلا ممكن واحد يكون عنده في الجوينت ممكن واحد يكون عنده تمام? فبالتالي ده مقلل فيها. فده نتيجة للزيز. تمام? مش ان هو عنده اه من الاول اه من الاول. تمام? طبعا زي ما قلنا ديت بتزود ايه? بتزود الموبيليتي. طيب احنا عارفين اه اللي هي الحركات اللي بيتحرك فيها اي جوينت يعني. كل جوينت على قل بيسمح تمام? في جوينتات بتسمح باكتر من كده. فالحركات اللي بتحصل في الجوينتات كلها اسمها طبعا انتوا عارفينهم والروتيشن سواء انترنان او اكسرنان والسيركم داكشن. السيركم داكشن دي حركة مجمعة. تمام? يعني مش مش حركة يعني اساسية. دي حركة نتيجة ان انت عملت كزا حاجة مع بعض. طيب. طبعا انتوا اه في كل جوينت تمام? هو هيعرضهم دلوقتي. في كل جوينت مسلا عندك هنا. هنا بس انا بيقول لك اه بيحصلوا بيعمل دي الحركة اللي بيحصل في او يعني الجوينت هي بتسمح بالحركات دي بس. لو قدرتوا حاولوا تعفز لكم عضلة او اتنين من الحاجات دي. تمام? طيب. بالنسبة طيب احنا عايزين نفرق ما بان حاجتين. حاجة اسمها وهاجة اسمها تمام? 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 ديها المسؤول عليها أي او المقصود بيها هي حركات تمام؟ تمام؟ التي يحرك في زيida ايه تمام؟ اللي هو صاهد ابدكشنcakشن اكشن ان الادكشن هم هي ت Chair and production. تمام؟ تمام. فهو ploc Потом فهم اربع حاجات حاولوا تحفظوا كما عضلة من اللي بيعمل الحاجات دي تمام؟ طيب ليس طيب زي ما احنا عارفينه؟ بيسمح تمام? طيب هنا برضو هو بيوضحهم زي ما قلت لكم هي مش حركة اه يعني حركة الوحدة دي هي نتيجة جمع كذا حركة مع بعض مسلا 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 ببسلك. طيب الالبو جوينت بيحصل في ونضيف عليهم انه بيحصل في مع انهم دول بيحصلوا في جوينت تاني اللي هو تمام? طيب بيحصل فيه تمام? طيب الالبو جوينت بيحصل فيه اعتبر معظم الحركات تمام? اللي هي هو تقريبا زي وزي تمام? هو هو زي تمام? 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 طيب الالبو جوينت بيحصل في بس مع انه بيحصل فيه برضو ايه حتة بس بسيطة بس ونو بذكرهاش هنا انت الانكر جوينت بيحصل فيه ايفيرشن وانفيرشن وضرز فريكشن البلانس. البلانس ده كان ثالث حاجة معانا في الفور فيزس تمام? طيب لو انت شخص عندك بلانس كويس ومتوازن تمام? هتقدر تد تعمل الدورب على الموزمين بتاعتك عادي تمام? طيب لو شخص مفتقر دي مثلا الناس اللي انت هشفهم يعني متخرج هتشوفوا ناس كتير زي ايوم كده ايه? هيجي لك واحد عنده ايه? اه شلل دماغي. تمام? ضيف اللي بتاعي شلل الدماغ ده ما بيعرفش يقف على جيه اصل. تمام? البلانس عنده من عدد. فانت وظيفتك ان انت بعد خطب بتبقى تقويره البلانس عنده والحاجات دي. تمام? هتشوف الحاجات دي ان شاء الله رب من اكرمك وتدخل اعصاب او اي كده وتفتح اه مركز علاج هتشوف الحاجات دي. تمام? الميكانيزم او ممكن اقول عليه اه مصطلح تاني اللي هو السنسو في البلانس. تمام? طيب السنسو في البلانس عموا او دي بتفعى حاجة تمام? حاجة في الجسم بتحصل من درقاع نفسها. تمام? مش بتحصل انت مش بتدخل بالابانس ده او مش بتدخلت ده. تمام? دي حاجة بتحصل مثلا بالستربيلما وبتحصل من طبع. تمام? ومسلا هنها ضرب عليها هو مثال ان هو مسلا بيقول لك مثلا انت بتعمل انت بتراسبوند عادية من غير اي اويرنس تمام? من غير اي اهلا. تمام? هنا ملحوظة بيقول لك بيعتمد على تمام? اللي هي زي ما احنا عارفين ده اصلا بيبقى موجود في ده اه مكان موجود في الجسم. تمام? طبعا اه الموجود في ده بياخد معلومات عشان نزبط المعلومات ده بتيجين منين? بتيجي من السمع سواء سمع. تمام? او تمام? او اللي هما الجلجاي لو فاكرينهم. تمام? والمصر تمام? دي بتعمل لي او بتمسير بتبعت عشان نزبط تمام? عندي اللي هي تمام? اللي هي ديت اللي هي حركات التعاونية ما بين العضلات وبعضها ما بين العضلات والمسكولوسكوليتل وما بين مثلا النروسيستم تمام? اللي هو اللي تصال العصب العضلي والحاجات دي. المهم ان انت مثلا بتبعت تماشي تمام? بتمشي. فدي اسمها كوردونيت موفمينت. انت مش عضلة واحدة بس اللي بتحرك تمام? انت كازا عضلة مع بعض تمام? عضلة حسالها ريكسيشن حسالها حسالها كونتراكشن وعضلة مثلا كونتراكشن بسيط وكزا تمام? فالحركة ديت بتبقى بلانسيت تمام? وسموس وبربوسفل تمام? نتيجة انت عندك التعاون بين السيربلار والسيربلار والسيربلار والبازر الجنجلية اذا ما عارفين سيربلار تدي��� اوامر وال packaging بعدين عندي جزئية مهمة في المحاضرات ديت اللي هي العيون الفقولة اكتف موفمينت تمام? وفيه كونتوركشن في المسل بس الفكرة ان انت كالسيرابست بتدي له مساعدة هو جامل اسمها اكتيف اسيستيد اكتيف معناها ان حصل فيه مسل كونتوركشن طيب اسيستيد ان انت ساعدت ان يكمل نجف موشن لاكثر ولاقل وهنعرف التفاصيل بتاعته في التكنيك والحاجات اللي غيره اكتيف فري اكسرسيز اكتيف فري اكسرسيز ده معناها ان البيشن انت عامل رينج اف موشن ببساطة خالص بنفسه ما فيش اي اسيستيد من السيرابست تمام طيب والاكتيف ريزيستيد اكسرسيز دي هزي التمارين اللي انت تلعبها في الجيم بتبقى حط ويت وزن تمام وبتلعب وبتعمل فور رينج اف موشن تمام نراهم تاني اكتيف اسيستيد اكسرسيز اسيستيد تمام ان هو بتبقى تعمل رينج اف موشن اه اه باي او اتسايد فورس رهوات السيرابست تمام سواء مانوال او ميكانيكا اه تمام وين المساري سيرنز از او كومبيليت رينج اف موشن ان عندك المساري سيرنز بتاعته مش كفاية ان هو يعمل كومبيليت للموشن او كومبيليت رينج اف موشن خانتها بتساعد بس شوية تمام اكتيف رينج اف موشن راجل ده بيعمل فور رينج اف موشن بواسط تمام طيب ديت ازا ما قلنا اللي هي تمام بتلعبها في الجنب بيبقى تمام يعني انت بتلعب بوزن تمام طيب اكتيف اسيستيد اكسرسيز تمام اكتيف اسيستيد اكسرسيز لازم اه او بتحصل امتى ده لما بيبقى في عندي بس هو تمام مش مكفي ان هو يعمل تمام طيب بتيجي اكسترنال فورس عشان تخليها من كومبيليت لالهنج زالو ما قلنا اللي هي بتاع تستروجوه تمام او ممكن اتبع فيه برضو jabón اللي بتستاعد في الاجهات ديت اه طيب قللك الكسترنال فورس ديت اه لازم تتطبقها في ال الاتصال دي اكسرون طبعا لان هي مش هتبقى هي هتبقى استيستن هي بتساعدك انها تتكمل فتلازم تبقى في الاتصال داعي اكسروند التواصل ليس موشن عشان تبقى المسل اكشن بس او تكمل رينج افموشن ما تديش دفعة قوية يعني ببعنا صح ما تساعدش يعني ما تعملش انت رينج افموشن للبيشن انت بس تساعده مساعده بسيطه تمام طيب قالك انت يعني بتعمل الاسيست للبيشن لو لقيت انه عندك المسل الباور عنده بتزداد تمام الاسيستنت اللي انت بتدها له لازم تقللها يعني هو بيتماثل للشفاء وان المسل عنده بتزداد قوة تمام يحصل في الباور وفي المسل لازم ايه تعمل له ايه في او تمام هنا دي صورة برضو بضح لك انه في تمام طيب التكنيك اول حاجة لازم تبدأ سواء كان اي ناكل لأي عضلة انت تشتغل عليها يكون بتاعك ده بيبقى في تمام طيب ليه ليه عايزين نخلي الباور يبقى في تمام عشان تركز بس ان هو يعني العضلة اللي انا عاوز ويعملها تمام يبقى مسبت باقي الجسم عشان مبقاش مسلا منتبه ان هو يسند ايده من هنا ولا يسند رجل من هنا انا عاوز بس يركز على العضلة اللي انا هشتغل عليها فبقى بحطه في يبقى الباضي كله تمام وفيه عالية تمام عشان كده يقدر يعمل ايه زي ما قالك هنا عشان يركز على ويعمل الحركة اللي انا عاوزها منه تمام طيب اه البت اللي انا في ديت قال لك اه لازم قبل ما تعمل معا لازم تورير الحركة الاول تمام يعني سواء هو كان بيعملها خليه يعملها مرة او ممكن بتتوريها له تمام طيب لازم تعمل تمام يعني انت بسلا عندك عضلة بتتحرك على فلازم تعمل ايه اه تمام طيب اه تاني اه رابع حاجة اللي هي السابورت سكرنا فاولوحدة سبتيجي من تمام انت عملت السابورت احضرت الكويس هوفر عليك في السابورت اللي هي سابورت مع نفسه تمام طيب قال لك يعني نفس الكلام اللي انا قلت لك ان هو لازم تحطه في سابورت وبينها ساعات تمام طيب اه قال لك ايه قال لك ان انت لو عندك تمام بتعمل لها تمام بتعمل لها فبالتالي تحفز مين تحفز المسل المسل سبندل دي هتديها تمام بديها تمام زي ما هو قال لك انا اهو تمام التركشن اللي هو تمام او في الويك مصر بروفايد اباور فول استيميولوس تلكون تركشن بكوز ايه تستيميوليت المسل سبندل تمام ده لو عايزة تساعد البشانت شوية تعمل له فبالتالي هتعمل استريتش لمين دي المسل سبندل المسل سبندل هتديها بس اه بار فول استيميولوس هيساعده ان هو يعمل ان هو يبدأ الموفمت بتاعه تمام طيب قال لك اه لما تيجي تعمل او تبدأ بتاعك لازم تقلل الموجود في ببساطة خالص هي بديهية العضلة المددة للحركة اللي انا عايز اعملها تمام طيب دلوقتي انا العضلة اللي عايزة تعمل الحركة اللي انا عايزة اعملها دي ات ضعيفة وما انا هخلي يحصل فيها تنشن فبالتالي مش هارفها من حركة خالص فبالتالي عشان كده بيقول لك ان الانتاجونيس مصل وضعها في الاسستد اكسر سايز لازم تقلل التنشن بتاعها زي ما قد لك ان الانتاجونيس مصل تمام يعني مسلا بعضي لك الميزان ان انت تعمل اه الني فليكشن تخلي الني في فليكشن لما تيجي تعمل انتوا جربوها كده يعني اقعد على الكرسي وانت اعمل دورز فليكشن هتلاقيه ببساطة عبيحصل معك تمام افرد رجلك اعملها اكستنشن حاول تعمل دورز فليكشن كده هتلاقي في تنشن في الكارف مصل هيمنعك انها تتكمل رينج وفوشن تمام طيب الاسستنس فورس زي ما قلنا لازم تكون اه في بتاع بتعوذ انت بتعمل ربز فليكشن كده تعمل دورز فليكشن كده اكمل ربز فليكشن تعمل ربز فليكشن كده وبساطة انت لما بتعمله بتتكرر الحركة كتير الجهاز العصب العضر بيتوافق مع بعض اكتر تمام بس انك ان الريبيتشن ديت بحديتها على حسب حالة البيشنط البيشنط بس انت خلاصت تأب بتاعها زي كده فهو ممكن ايه يعملها 3 ا 4 مرات بس تمام البيشنط لازم المشاركة بتاعت البيشنط اسنق التست لازم كل بتاعك متحفز يعني عنده الصحة النفسية كويس ان هو يشارك معك انها طبعا دي حاجة مهمة انت بواسطة مهمة عدت تعمل من هنا والصبح مش هتعمل حاجة لو البيشنط مش عاوز يشارك في الموضوع طيب اقول لك البيشنط شوط بي انكورجد وكزرت الماكسيما وفرد تتميز مشجعه عشان يطلع اقصى ما عنده طيب الطائل الحاجة ان انت تظبيط له الفيزيولوجي وال تمام والكونتراكشن تمام بتاع المسل فبالتالي ده هيزيد عنده تمام وبرفايد سنسوري فيدباك فروم الكونتراكتار المسل تيوز ايرل ستاج ان نورو ماسكوري ادوكيشن ببساطة رمان انت بتقدر بتعمله اسيسو تقصصي سكتير زي ما قلنا بيحصل زيادة في التوافق العصب العضل فبالتالي لما يجي يعمل حركة مرة تانية هتبقى اسهل تمام طيب ممكن يزيد عندك الانج او موته работает لتجعل زيادة endlichيزيد Saint ممكن يزيد عندكatchedog لسه ايلينها اذا كنت تكرر اسهل الطاف eighth stris العصب بسرعة كده والبيشنط بيت Bus senate يعمل الحركة ب a himself لازم ايه تشجع ان هو يشارك معك في ديت عشان يحسن نفسه اكثر. طيب عندنا اربع حاجات يعني حالات ما ينفعش تعمل مع الاسيست اكسرسيز. من وسط خالص واحد عنده اكيوت تير وفركشن. يعني واحد اصلا عنده قطع مثلا في العضلة الفلونية في التندو بمتاحها. وهذا عنده فركشن. ده هتشتغل مع اساسة اكسرسيز زائل. ما ينفعش. طيب. بالنسبة الاكيوت تير والفركشن الدكتور ذكر عليها ملحوظة مهمة. قال لك الاكيوت تير والفركشن ده بعالجه بايه? بعالجه بالرايس بروتوكول. الرايس بروتوكول ده ايه? من اسمه. اربع حروف اختصار اربع كلمات. رايس ريست يرتاح. تمام? واي اللي هي ايه ستالش. تمام? والسي قال لك ان هي ممكن تبقى سببورت او ممكن كمبوريشن. تمام? اتنين اه تبقى عادية بالنسبة لك. والاي اللي هي ايه? تمام? هي بقى بالنسبة لك الاكيوتير والفركشن بيتعالج بالرايس بروتوكول. رايس بروتوكول اختصار لاربع كلمات. ريست ايس كمبوريشن او سببورت. تمام? طيب. لو واحد عنده او او واحد عنده او عمى اهمرار. تمام؟ عضو الكتد في المفصل. ده مش ينفع تشتغل معه اساسية اكسرسيز تمام? او واحد عنده ماي были منحصي تمام؟ uh واحد عنده μاي بسم ما يشتغل معه. اokes ف賽ية ديت بتسبيل ببين. تمام? لو الاكسرسيز اللي أنا اخبأ عملها بتسبيل ببين في جوانة تب تسبيل ببين عموما للبشنان مش ينفع تشتغل معها بيبقى بالنسبة لها. تمام؟ طيب. تاني نوع عندي اللي هو الاسر showers زي ما قلنا ده بيعمل تمام طيب اللي هو بيقول لك اهو بيعمل حركة بيقيه اللي هي ايه الموسط بتاعته من غير اي ستتضاف تمام طيب يعني بس الحركة كده لوحده تمام ما فيش اي محتضه عليه ولا اي انت اقضه تمام طيب اه في عندي منه نوعين اللي هو تمام ان انت بتستخدم اه مصر جروب او بيستخدم مصر جروب بس اما ان هو بتستخدم ملي مصر تمام طيب اه ايه بتاعته اول حاجة عندي حاجة اسمها او بيستخدمها ليه تمام ودي زي ايه زي الحاجات اه او التسخينات اللي هي التمارين التسخين قبل اي رياضة تمام يبقى بس اخدمه هو الحاجة طيب زي ايه 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 المقصود بيه ده بيقول لك ان هو ايه تمام يعني حركات حركات بتعملها في شوية دائرية آآ تمام بنفس النمط ودي زي ما نقول ايه حركات التسخين تمام ايه زي مسلا ان الراجل ده بيعمل ايه تسخين لشفر درجوية عشان نازل نعمل تمام طيب تاني حاجة تمام بيزود للجوينت موبيلتي قال لك اه 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 لو الشخص ده بيعمل ايه بيجي في كازا مرة تمام وشعر يعلم بيزود الجوينت موبيلتي تمام طيب المسل الباور والتون طيب قال لك اه الباور والانديرونس اللي هو قدرة التحمل المسل تقدر تحصل لمدة طويلة تمام المهم انه قال لك الباور والانديرونس اف بتزيد تمام لو يبقى فيه في اه بتحط المسل تحت اكتر فبالتالي بيحصل عندها زيادة في الباور وزيادة في تمام ده احنا عارفينها وتبانى اكتر لما بتلعب تمام طيب قال لك اس اجريتر اه 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 يعني بسرعة قليلة يعني لما بتعمل ببط خالص تمام خالص تمام ببط خالص وسبيد قليلة وتاخد فيه فبالتالي انت بتزود على مصر فبالتالي تمام? اه زي ما قلنا اللي هما اللي حركاتها عينية. المهم بيقول لك ان ان ده بيزداد بواسطة كون ما اتكرر كزا مرة فبيحصل ببين المصر وبعضها. هيحصل هيحصل ايه زي ما قلت لك هيزيد توافق العصب العضلي تمام? اللي هو تمام? طيب هتزود عندك سقطك بنفسك زي ما احنا عارفين ديت مهمة ان انت بيزيد عندك اه الدورة الدموية بتتحسن تمام? برضو بتتحسن تمام? ان هو بيقول لك اه تمام? فانت دراءة تحط جسمك تحت يعني تمارين بتاخد ضويدا. فانت بالتالي بتحتاج ان يبقى عندك نفس عميق تمام? زي الناس اللي بتنزل سباحة تمام? واحد بينزل اللي بيغوص تحت المية وعشرة متر مسلا ده بيحتاج نفس عميق تمام? ده بيزيد نتيجة ان انت شغلات التدرب تمام? طيب التكنيك اف الاكتف ريكسورسايز. طبعا از احنا عارفين بيلازم يبقى عندك ده بتختاره على حسب اه اللي انت عاوز تعملها او اللي انت عاوز تستهدفها تمام? قال لك تمام? ان تتطلع اه اقصى حاجة عندك تمام? طيب تقوله بطريقة شغيقة كده عشان اتعاون معك تمام? طيب اه في ده نتبقى يعني ببساطة يعني قال لك او انا عاوز اعمل ده بسرعة او ببطء ده الهدف اللي انا عاوز او او الهدف اللي انا عاوز او او ازي مسلا واحد عاوز يزود المص فلازم يلعب ببطء شوية تمام? طيب يعني بساطة المدة التي تتمرونها بتعتمد على نفسه تمام? البيشنت هيقدر استعمل معك ايه? اهم حاجة ما توصرهش للفاتيجة محنا مش عاوزين نوصره للفاتيجة تمام? طيب دي على دي مسلا اللي هما ايه بتقول تمام? ده بيزود او بيعمل في اللمبر وحاجات زي كده بعالج دي برضو ايه? وهنا اه نفس الكلام دي هنا ممكن بتلعب للكور تمام? طيب ده احنا عارفينه وبيحسن كتير وبيقل كيفوز بيزاد في الكور بتاعك تمام? طيب نفس الكلام هنا دي على تمام? طيب اه دخلنا على ودي ببساطة خالص سهلة خاص تمام? طيب دي لايه التمارين انت بتلعبها في الجيم بتلعبها بوزن في رزيستنس ما انت بتكافح ضد رزيستنس ديت تمام? طيب بزود المسل ازاي? قال لك ان القوة اللي خارجة او تعريف نفسه اللي هو القوة الخارجة اسناء المسل تمام? طيب دوت بيزاد ازاي قال لك ان انا بزود اه بواسط ايه بواسط ان المسل بحط عليها لوت بحط عليها لوت ورزيست تمام? اللي هي رزيستنس تمام? عشان انكريز الليفل اوف التنشن كل ما زود الليفل اوف التنشن هيحصل عند حاجة اسمها هايبر اوترافي تمام? الهايبر اوترافي ديت اللي هي ان عندك المسل فايبر بتبدأ تتقطع تمام? فلما بيجي يعمل يحصل لها هييلنج تمام? فبالتالي بتكبر في الحجم شوية فبالتالي يزودت عندك المسل سترينس تمام? طيب ممكن واحد تاني يكون هدفه ان يسود المسل انديورنس تمام? المسل انديورنس زي ما قلت لكم ان هي المسل ان يحصل لها على مدة طويلة تمام? تمام? فهو اهو قال لك المسل انديورنس هو المسل تفورم لون تنسي رفزيز اوفر بلونجت بريوت طايم تمام? بيقدر يعمل بمدة طويلة المسل بتستحمل معها بيحصل عنده تمام? طيب قال لك المسل انديورنس بتقدر تطوره بوسط يعني مقاومة كويسة وتزود عندك تمام? اه ممكن برضه واحد يكون عاوز مسلا بتاعته ممكن واحد عاوز يكون اللي هو التعامل بين المسل وبعضها ممكن واحد عاوز معناها ان هو يزود بتاعها وبالتالي لازم يوصل تمام? ممكن تمام? طيب اه في منها انواع في منها ايزومتريك وفي منها الايزوتونيك تمام? الايزومتريك دي انه انت بس بتبقى مش بتحرك الجوينت بتاعك بيبقى ثابت بس اجنس رزيستنس تمام? يعني زي حالة مثلا ايه انت بتبقى شايل وزن تمام? وثابت عند رنج معين تمام? طيب قال لك ان هو الايزومتريك prochen الايزومتريك خارج من الايزومتريك خارج كنتريكس معناها الايزومتريك خارج المرأة ف програмمية دياخ 한다 جهاز اخطة تمام? مافيش Aaa. اي رينج و موشن how- بس بيبقى فيه انت بتعمل كونتركشن او كونتر الانديكيشن يعني مسلا ببساطة واحد حصل عنده كسر تمام مسلا في الدرام اه وانا عاوز احافظ له اه على المصل بتاعته عشان ما حصلش فيها اه اتروفية تمام ما حصلش فيها ايه تلف تمام ان هي منتجة ان احصل عندك طبعا رجل مكسور ده مسلا بيبقى مثبت رجل مسلا او مثبت ايده مسلا حسبت شانو نص ثلاث شهور تمام حدم التعارك فالوقت ده كله لو قعد والمصل ما تحركش فيها احصل فيها اتروفية تتلف تمام فانت ضرك عليك طبيعي ان انت تحافظ على المصل باور ديت او تحافظ على الاقل المصل تبقى شغالة تمام فبالتالي بتعمل ايزومترك اكسرسيز وسطا انت بتكافح ضد المصل والمصل مش بتعمل فبالتالي انت مش هتضر المريض حاجة تمام طيب يعني لو اه زي ببساطة ايه انت بتعمل تمام وبتوصل عند نقطة نقطة معينة مش بتقدر تكمل بسبب تعف العضنة مش بسبب حاجة يعني العضلة ضعيفة فبالتالي انت مش قدر تجيب تمام عند نقطة معينة بتوقف فبالتالي قال لك الايزومتريك ديت بتساعد في الموضوع ده وقال لك ان هي ايزي تواندرستاند انت تقدر يعني تقدر تفهمها بسهولة تمام طيب ايه الدس ازفانتش ديت بيقول لك ان الايزومتريك ديت ديت اا ايزومتريك يعني انت عندي نقطة معينة في بتبدأ ده مش بتعملها على سورة تمام طيب بعدين عندي الايزوتونيك ازيست اكسرسيز الازوتونيك لسيسة اكسرسايز في منها نوعين كونسنتريك والاكسنتريك تمام نبدأين الاول نعرف ايه التعريف العام للاازوتونيك اكسرسايز تمام دي ديناميك اكسرسايز تمام لتسكرد اه 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 اجنس رزيستانس ببسط ديناميك اكسرسايز من اسمها يعني بيحصل حركة في شوين تمام طيب اه اه وبتبقى اجنس رزيستانس تمام طيب ازم مصر لينس سواء يحصل طبعا عن الشورتنينك احنا عارفينها في تمام بيحصل فيها حلو ده كله تمام طيب يبقى لك ان زي ما احنا عمنا معارفين ان اقراهم بيحصل اثناء فيه بقى فيه عندك تمام او بس بيبقى اثناء طيب بيبقى ايه بس بيحصل ايه تمام عم ببسطة بيقولك ان او نفسه اللي بتاخده في بيبقى اعلى من اللي بتاخده في تمام طيب اه طيب زي هتشاكلها ايه عندي ييمها منول ييمها ميكانيكا منول يعني بطوص السير بس ميكانيكا لبطوصة الاجهزة الموجودة عندي طيب هنعرف ايه ايه تمام سواء كانت او طيب ايه بتاعت ايه ان انت بتتغير اثناء انت مثلا ممكن تخلي على البيجنت الريزستنس قليلا شوية بتلاقيه بيستجيب معك وبيجيب تزود الريزستنس تمام فيبقى في عندك بتتغير اثناء والعكس صحيح انت ممكن تبقى محط بداية الريزستنس قوية فتلاقيه انه مش مستجيب معك فتقلي الريزستنس شوية تمام طيب التاني حاجة وكما بتبقى انكسبنس بتبقى رخيصة تمام يعني او انكسبنسة تمام طيب بتستهدف فقط عضلات يعني مش بتخدم مجموع من العضلات لا بتستهدف عضلة معينة تمام اللي هي العيوب اللي فيها دي فيها عيوب كتيرة تمام اول حاجة الامونتف رزستنس بتبند على السيربس كونديشن وتamp الشكله ايه고 تمام عنده مصر باور فبالتالي بيديلك الازحيان عالية سيربس لي قوية مثلا مابهي كمان ممكن او 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 بالتاني مش تقدside لها مش مش تقبل ندم تهدف مش تسجلها تمام طيب الوفرد و الوقت اللي بيستهلكه السرابست في العملية ديت بتكفيش غير انك تعمل تريت وان بيشنط بس يعني السرابست مش بيبقى غير مشبوخ وان بيشنط بس مش بيقدر مثلا يشوف البيشنط التاني او كذا هو وان بيشنط بالنسبة لي الميكانيكا الريزستنس ديت طبعا لها فويت كتير او كتعريف لها اول حي بيقولك ان الميكانيكا الريزستنس ديت بتبقى اكتف رزستنس بتبقى بسبب المشينط تمام طيب الميكانيكا الريزستنس ديت بتبقى موجود كسمبل او كمبيكس او ممكن او ممكن او مارج او او بيقولك انه بيحدد انت سواء تخترى او او مارج او او الحاجات دي الابيلة اللي عندك تمام هدف التمرين انت عاوز ايه عاوز ستاهدف عضلة معينة تمام والعالسة هدفكم بريكس في العضلات طيب شكل الميكانيكال الريزيستنس ديتي هي اللي هي الريويت الويت ماشين الاكسرسيز بيسايكل البولي سيستم بولي سيستم اللي هو الكيبول وهو الحاجات اللي زي كده ابيه الادفانتش الادفانتش اول حاجة بيقولك انه هو Objective Conventative Documentation بوساطة انت عارف انت بتشيل ايه الريزيستنس دي مقدارها اديه فبالتالي تقدر تعملها الريفل فريستنس مش limited تمام مش limited بوساطة لا انت ممكن تضيف وزن زي ما انت عايز بيدي لك وفورد يعني ممكن يسيب مسلا على الجهاز ده وباشنط على الجهاز التاني ويتعامل مع كذا تمام بيحفظ الوقت والكيوهد بتاع طيب تمام اللي هي ما تقترش تغير في اثنان ما انت بتلعب خلال تمام بيبع ثابت تمام وما فيه بيقولك بيحتاج وممكن ساعات بيبقى غريب تمام طيب لو انت حبيت تغير في اكسرسايز دوزاج اكسرسايز دوزاج اللي هي كمية التدريب بتاعتك تمام بتزودها بايه اول حاجة انت تتغير تمام اللي هو مثلا تلعب اما جهاز تمام كل ما تزود كل ما تزود وكل ما تزود الحامل عليك تمام ايه ببساطة يعني ايه ديت اكسرسايز بتجمع والاتفانتش بتاعت الميكانيكا اللي هو الاتفانتش بتاعت المانول وبحطهم على بعض تمام يعني دي ببساطة بس الفكرة اني بتحتاج الجهزة مخصصة بسميها ايه تمام ايه ببساطة ايه فديت اجهزة مخصصة معينة ايه لتمارين معينة تمام بس الفكرة انها تمام بتلاقي فبالتالي مش كل السربس بيجيبوها تمام يبقى عندي هنا يعني بيعرف لك قالك ان هو ايه المصل ايه او المصل جروب تمام ايه تمام 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 يعني ببساطة بيقولك انه ايه تمارين بيبقى بيتستهدف تمام مصل او مصل جروب والمصل جروب دي بيت مقولك الجهاز بيتحكم فيها ممكن يزودها اثناء او يعللها تمام ويتحرك في انجلو فلوستي يعني بتحرك في رينجو فموشن تمام طيب قال لك الاسو كيناتك اكسرسيز ديت تمام تمام جهاز مخصص جهاز مخصص تمام اثناء الموفمينت او زات نوت متر هوماتش في ايه اكستراتت الموفمينت تيك بليس اكوانسان سبيد يعني بوصلا الموفمينت هتحصل بس دوله رينجو فموشن هيحصل تغير رينجو فموشن الاسو كيناتك بيبدأ يحرفك الاسو كيناتك ديفايز تغير لك انه كمبيوتر تمام بيضيف او بروفايد مكسيما رزيستنس سرو تمام قال لك الديفايز ملتيانجل ايزومترك اكسرسيز زيست كونتركشن والإكسي كونسنترك والإكسسنترك تمام الادوانتج بتاعت الاسو كيناتك اكسرسيز زي ما قلت لك هي بتلم الادوانتج ببساطة انها تغير في الريزستنس على طول الرينج افموشن تمام بتعملي اكيومبوديت الريزستنس اكوردنج الرينج افموشن تمام او اكيومبوديت الرينج افموشن تمام ممكن تسمح لك ان انت ايه تتمرن بصرعة اكبر 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 بروفايد اوبجيكتف دوكومنتيشن بتبقى برضو بص الجهاز فيه شاشة رقمية كده وبيعرض لك الريزستنس مقدرها الدية والحاجات دي فبتساعدك انت تتعمل الحاجات دي تمام تمام اكوردنج والجول بتاعه بيقول لك ان هي بتوفر عندي بروتوكولات كتير سواء اه يعني ايه والبروتوكولات دي بتختار منها على حسب حالة والهدف اللي هو عاوز يوصله تمام فروكزامبل زي مثلا ايزومتريك كونديشن تمام طيب قال لك اتنين ببساط انه انتك اي حد يقدر اشتريه وبيتطلب ان البيشن تبقى معاه او بيبقى معاه فيزيك هسير بيفهمه او بيعملوا ايه تمام طيب بعدين عندي تمام الحالات اول حاجات اللي انا اخد بالي اول حاجات اللي انا اخد بالي اول حاجة الفالسالفا مانيفور ده معناه انه شخص بيحبس نفسه تمام بيحبس نفسه اثناء هو ما بيعمل مثلا الناس بتشوفهم كتير في الجيم بيعافر ضد وزن تقيل ووشه بيحمر وما بيطلعش نفس بيحبس النفس جواه خلط على مين بالزبط؟ خلط على الناس اللي عندها واحد عنده مرض قلب ومرض في الاوعية الدموية ومرض في التنفس وما انفعش يحبس نفسه تمام؟ لو واحد عامل عملية قريب او انتر فيرتيبرال سيردري او اي سيردري تمام؟ طيب اثناء انت بتعمل ايه بتحق دلود على المسل اثناء ما بيحصل تمام؟ طيب ممكن يحصل تمام؟ دي عشان تستفادها لازم تعمل ورمينج قبل او بتخصص وقت معين في التدريب تمام؟ طيب التدريب ايه الحاجات لو البانيد الجالي بيها؟ ما انفعش عامل مع تدريب 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 بيعنده بين بيعنده ممكن لحصل عنده تمام؟ طيب بالنسبة للتكنيك ايه اسناء تطبيق الـ تمام؟ هنمشي على اربع قواعد اول حاجة لازم بتدريب تمام؟ تمام؟ فاسناء وصولك لاخر الـ لازم يحصل لها بتقللها بتقللها بالتدريب بيقولك ما تنساش ان انت هتحط فترة راحة ما بين السيتس وبعضها تمام؟ عشان تفويد مين؟ افويد الفتيج تمام؟ طيب كده احنا ايه خلصنا المحاضرة المحاضرة كانت تقيلة شوية او كبيرة مش تقيلة يعني هي محتوىها كبير بس الحمد لله خلصناها تمام؟ كده ان شاء الله تكونوا استفدتوا بس كده اشوفكم على خير السلام عليكم